تبذل قيادة خفر السواحل جهودا حثيثة بهدف المحافظة على الأمن والسلامة البحرية وفرض الرقابة البحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بالإضافة إلى دورها التوعوية الذي يتمثل بنشر إرشادات السلامة التي يتم تقديمها لمرتدي البحر بشكل دائم تعد السلامة البحرية هدفا رئيسي لذا تعمل قيادة خفر السواحل على تحقيقه بشكل مستمر من خلال دورياتها البحرية التي تؤدي واجباتها على مدارسها تبذل قيادة خفر السواحل الجهود الحثيثة بهدف المحافظة على الأمن والسلامة البحرية وفرض الرقابة البحرية بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين بالإضافة إلى دورها التوعوي الذي يتمثل بنشر إرشادات السلامة التي يتم تقديمها لمرتدي البحر بشكل دائم ومن بينها التقيد بالقوانين وتجنب أي مخالفات تمس بالسلامة البحرية وذلك من أجل تجنب المخالفات التي يتم ارتكابها والتي تعرض سلامة مرتكبيها للخضر وتعرض الأشخاص المخالفين للمساءلة القانونية الأمر الذي يتطلب الالتزام بالتعليمات الدورية البحرية وأيضا تتخذ دوريات خفر السواحل كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية والإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات للصيد واستخدام الأدوات الغير مرخصة مثل الشباك الجر القاعية الكراف وتبقى السلامة البحرية لحماية مرتدي البحر مسؤولية مشتركة تتحقق بموجب الشراكة المجتمعية التي يجب أن يحرص كل الأطراف المعنية على تفعيلها من أجل حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على السلامة العامة